دلوقتي فيه قصة بالنسبة للعيبة اللي هتتأيد في القايمة الأفريقية النادي الأهلي ناقص له أربع أماكن فهيأيد مين في القايمة الأفريقية استقرر خلاص بشكل نهايي على ثلاث أسماء حسام غالي طبعا النجم الكبير وكابتن الفريق له أي وائل المدافع النادي الأهلي عنده نقص شوية في الحتة دي وباسم علي الباكرايت خصوصا بعد رحيل أحمد فتحي إن أحمد فتحي دلوقتي بيتمرم مع الأرسنال وسمعت إنه خلص قصته بشكل نهايي مع اتحاد جدة لو موضوعه ما مشيش في الأرسنال هيروح اتحاد جدة بشكل نهايي واتفق مع الناس على كل شيء وهياخد مليون دولار في الموسم بالنسبة لأحمد فتحي فنقص اسم واحد يعني هما الأهلي عايز يأيد أربعة في القايمة الأفريقية استقرر على حسام غالي ولو أي وائل وباسم علي نقص له واحد بقى هيفاضل ما بين بامبو ورمضان صبحي عشان يخش في المكان الرابع في القايمة الأفريقية يعني يا كريم بامبو يا رمضان صبحي أنا شايف إن كريم بامبو يعني عنده مرونة تكتيكية أعلى وعنده بيقدر يلعب في أكتر من حتة فأنا شايف إنه يعني ممكن نادي الأهلي يستفيد بكريم بامبو على سنة رمضان صبحي شوية أداءه بيشبه أداء حسام غالي حسام غالي أكتر خبرة وعنده كورة ويعني كصانع ألعاب فمن وجهة نظري لكن دول الأربعة أو الخمس أسماء اللي هينضم منهم أربعة للقايمة الأفريقية وحيلعوا مع النادي الأهلي بداية من المباراة القادمة إن شاء الله يوم 26 سبعة الحالي بإذن الله